السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس الثامن من الكورس بمتدئين المستوى الأول هذا الكورس تكلمنا به عن زيليو بي أل سي أو زيليو سمارت ريلي على ما يكون بداية في مجالك بالبي أل سي اليوم الدرس ماتنا راح نتكلم به عن الكاونتر الكاونتر اللي هو العداد راح نشرحه بشكل مبسط وعلى ما يكون واضح لك فمثلاً أنا عندي عسا هاي الماكنة اللي هي تنتيفة قطع معينة فأريد على ضوء هذا العداد على ضوء العداد ينطيني أمر معين أمر معين فأني شئنا راح نستخدم عندي هذا السنسر اللون الأحمر ستلاحظ انه هذا عبارة عن سنسر عبارة عن سنسر هذا السنسر ينطي إشارة المن من الصير أمامه مادة معينة من الصير أمامه مادة معينة مادة معينة فإذا عرفنا انه هذا سنسر منتج المادة تصير هنا قدامه فراح ينطي إشارة إشارة كهربائي وعلى ضغاء الإشارة يعرف أنه هناك قطعة صارت أمام هذا الحساس فهي تصير أول قطعة ثانية قطعة ثانية قطعة ثلاثة ثالث قطعة ثلاثة وإنتعاداً عن نضع هذه العداد راح تحدد الاخشن نصير ستة ونزلها للأسفل شنون راح تكون هاي العملية فسمثلا أنا عندي هنا هذا الحس العداد ف أشغل راح تنتج المواد هواقف كل اثنين المفروض هاسا موحس أشوف اثنين صارت قدام الحساس اثنين أريد من الصير اثنين شي سوي يوقف هاي العملية تمام بعدها بعدها خلال نفرض ثانيتين أو ثلاثة شي سوي يسوي لبوش يعني يدفع لي هاي المادة وين هنا خلال الوقت أيضاً ترجع هاي المادة بهذا الشكل بعدها ش راح يصير عندي راح ترجع الماكنة من جديد تحسب تمام هسا حسبت لي هاي المادة وهذا المنتج خطعة اثنين فاي حسب لي اثنين نحن تمام حسب ليها بعدها راح يشتغل عندي البوش مرة ثانية ويرجع البوش هذا يدفع ليها هنا وهكذا راح تصير عندي ست قطع ست قطع ست قطع عند اللوت تمام بعدها يسوي لبوش عندي صارت هاي القطع اللي هي عددها ستة تمام فهس ش راح اسوي راح حسب لي صارت ستة عدد منتصل ستة راح يسير عندي راح يشغل لي هاذا الكلام على مود يرسلي هاي الكاراتين لانا ستتلاحظ ان هي مو متساوية يعني مو مترتبة بشكل صحيح فرتب ليها بشكل صحيح ورح نتراب لها بشكل اكثر تفصيل ان نربطها فعليا عن تركها هذا الماكناه راح ان نربطها وي soul ويهم بشكل حقيقي نربطها doesnl بشكل حقيقي احتمال بالمست Mueller او الثالث راح نربطها ويابل不会تحك日本 بشكله بالتفصيل وين برمجها بالتفصيل مكن من onde We know what's the counter وقف لهذا الكونفير وقف لهذا الكونفير وشغل البوش وبعدها سوى ريسيت لكونفير وبدأ يعد مرة ثانية الى انتصال ستة وقف لي وشغل فت الكلام يعني على ضو الكاونتر كلها الماكنة اشتغلت كلها على ضو الكاونتر على ضو الكاونتر هي تشتغل الماكنة بشكل صحيح اذا حاليا افتهمنا شنو فاقدة الكاونتر راح ننتقل الى الجزء العملي راح نربط الزيليو نربط الندائرة بسيطة ونطبق الكاونتر عليه بشكل اكثر تفصيلا حتى نوضح عملية الكاونتر بشكل مفصل راح نحتاج الى كونتكتر راح نحتاج سويتشات عدد اثنين على متوضح العملية بشكل اكثر تفصيلا فانا ربطت الكونتكتر اه مغذي بيه على متغذي من الكيوان والكيوان انا انا غذيتها من اللاين الرئيسي اللي مغذي البيالسي نفس كل مرة نشرح هذا الموضوع فانا استغلتها ربطتها بشكل يعني دائرة بسيطة فغذيت الكيوان من اللاين الرئيسي غذيت البيالسي بلاين ونيوترال ميتين وعشرين لان هذر النوع يحتاج مية وعشرين او بوت والباور سبلاي ايضا ميتين وعشرين غذيت هاي السويتشات ايضا من اللاين الرئيسي من الماخرج مع هذا الالسويش رايح على وما اخرج مع هذه السويش ما ذهي رايح على ايطو, وه youtube اول هاي غذيتها بال 이번에 وعشرين غاية ال200 هاي الميتين وعشرين غذيت بها بل سي 220 مولت هسه شو راح نسوي راح ننتقل الى البرمجة مالت هاي الدائرة ونطبقها على هاي الدائرة وننشوف شنون راح يكون عمل الكامنت هسه حتى نبرمج البيلت سي راح نختار برنامج الزيلي سوفتو نفتحه بعد ما نصبناه نختار البيلت سي اللي عندي انت تقدر تختار اي نوع من هذا الانواع اه انا راح اختار البيلت سي اللي عندي لانان عندي بل سي هاردوير اذا انت عندك فقط دعنا للتعلم تقدر تختار اي نوع بعد اختار لغة لادر راح تنفتح لي هاي النافلة مثل ما اطرقنا انه احنا اخذنا الاي وان والايتو هاي الاي وان وهاي الاي تو جبناها اي وان واي تو هسه ش راح اسوي راح نختار اليوم درسنا اللي هو الكاونتر فراح اروح على هاي الدالة اللي هي الكاونتر هاي الكاونتر لو تلاحظ انه الكاونتر اللي هي عندي ش كم كاونتر من ال واحد الى ال 28 كاونتر هاي كلها كاونترات اقدر استخدمها بهذا البيلت سي طبعا كل بيالسي من شركة يعني اللي هو من اصدار زيديو و الاسمارت ريلي راح يكون بكل يعني كل موديد بكمية محددة من الكاونترات هاي موجود بالكتالوج اللي هو خاص بالنوعية اللي انت عندك فسان النوعية اللي عندي بيها 28 كاونتر لو تلاحظ انه كل كاونتر بيه كونتك وبيه هو الاب اللي هو تصاعدي عداد تصاعدي يعني عدك من الصفر واحد اثنين ثلاث اربعة وهكذا واقع عداد تنازل دي عدلك بالعاكس يعني مثلا انا حددها خامسة اريد من يصال صفر يفعل فاد امر معين تمام؟ فراح اقول تعني خامسة اه هي حاليا خمسة او اربعة في ابدي عد ا4 ثلاثة tattooT1 واحد صفر من يصل صفر يفعل فاد امر معين هذا الريسيت اللي هو رح يسوي له ريسيت للكاونتر اللي مشتغل حاليا فأسأنا رح اختار الكاونتر اللي هو الاب رح اخليه مقابل الاي ون وراح اوصل بهذا الشكل الى هنا ما كو اي مشكلة بها رح انقر دابل كليك رح احدد القيم اللي انا اريدها يصل الى الكاونتر فاح اقول له مثلا شنون المثال اللي بالبكتر ايو اه ست قطع يفعل فاد امر معين فاقول له اوكي قبل اوكي رح تطلع لي انه اه 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 اخيار يقول لي انا اريد لي ما تصل للقيمة اللي انت مسيتها عليه او الى ان يصل صفر هذا صفر بالتنازل والقيمة اللي هو بالتصاعد رح اقول له اوكي للي اهنا نضبط الكاونتر الايتو اريدها للريسيت يرسيت لي الامر هذا ريسيت اروح ريسيت المن للاي للايتو مقابلة حالي ريسيت للكاونتر الاول يفعل خاصية الريسيت هو الايتو الي اهنا ما اكو اي مشكلة واريد الكونتاك من الكاونتر مني يصل للقيمة المحددة مالتا شي سوي يفعل لي لكيوان فعل لي لكيوان احنا سيتناه ستة تمام مني يصير ستة فهدي يفعل لي امر معين يفعل لي امر معين فهزا اللي اهنا ما اضحق ان الايوان هو رح يصير العداد مني يشتغل العداد راح يفعل لي الكونتاك مالتا اللي هو اللي جمناه مني هنا من هذا كونتاك فخليت هنا راح يفعل لي الكيوان اللي هو الرباط مع عليه الكونتاكتر الاول والايتو اللي هو البوشبوتو من الثاني راح يصير للريسيت فراح اسوي السيميليشن من هنا وانطيها ران راح تنفتح لي هاي النافذة يصار بوضع السيميليشن حاليا لان انت اه احتمال يعني ما عندك بيلسي سيحدث فراح تجرب على السيميليشن اه لو انتلاحظ من جو هنا هاي الايوان اللي هي خاصة يعني هاي يعرض لك الحالة الدالة اللي عندك انت شوف هاي حالة الدالة فان مستخدم الكاونتر فراح يعرض لحالة الكاونتر فش راح يصير عندي؟ هسه انتلاحظ بجدول موسيته على اشغاد الستة حاليا القيمة اشغاد القيمة الحاليا اللي هي صفر قاعدني صفر اذا من انقر على واحد اشوف صارت اشجد واحد يعني بس ضغطت على البشبوت اما و رفعت ايدي حسبت لي عدة واحدة اذا اضغط مرة ثانية اثنيا تلاحظ شوفوا الجدول هذي ثلاثة اربعة خمسة مرة راح يصير ستة راح يتفع على هذا الكيو وان اتفع علي الكاونتر والكاونتر فع علي الكيو وان اتلاحظ احنا اعمل رسم الكيو وان اتفعل هس اذا عدوى راهم هو مشكلة راح يفعل نشتغل عندي الكاونتر هسان شن اريده اريده اكو شي يرست لهذا الكاونتر على مدبل عدم الجديد اللي هو خليناه على الاي تو هذا الاي تو فرست لي الكاونتر من جديد هس اشان اش راح اسوي راح ارفع على البي ال سي اغرر على ال اديت ومن نختار من ترانسفير ترانسفير بوغرام من البي سي للموديون يقل لي انت تريد انت راح يسوي ستوب تمام ما مشكلة سوي الستوب اريد ران ومونيترينج انا مدراح والبي اتلاح احفظه احفظه على سطح المكتب مكان هذا يس هس بدا البي ال سي يشتغل عندي وبدل كود يتحمل على البي ال سي بعد ما ربطت طبعا الكابل وربطت الباور غذيتها بالباور هس اشتغل عندي المونيترينج من فتحة الشاشة وبخير يحمل حالة البي ال سي على الشاشة هسا وراء ما احمل البي ال سي الكود فهس هان اش مسوي راح اخلي الفي اي او هذا يحسب لي العدات اش كم عدة حاليا وصال لي اجب ان تطلب او اول مرة هذا صار واحد حينا قدل عدد صار واحد لان ضغطت المشبتم مرة واحدة انت تقدر تخلي سنسر او اي شي ماك مشكلة او لمي تسويج هسا هاي العدد الثاني صار اثنين حال الشاشة تلاحظ ان اثنين. هس نخليها ستة اي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. فمن صارة ستة تفعل عندي الكونتكتر اللي هو الكون وتفعل هس لو تلاحظ على الشاشة ايضا نتفعل الكون. اريد درسة الكاونتر وانا هضغط على الاسويت الثاني اللي هو الاتون. ان شاء الله واضحة لكم. هس بعد ما شرحنا هاي الفقرة راح نشرح الفقرة الثانية اللي هو عداد تنازلي. اه على مدى سوى عداد تنازلي ش راح اسوي? راح اروح على العداد وهذا العداد التنازلي اربط اوين? على على التوازيوية العداد الرئيسي. لكن اضبط القيمة مرتبة. اقول لما انتصال الى الصفر فعلي الامر مرتك. يعني فعلي الامر اللي عندك. يعني انتصال القيمة الى الصفر لان عداد تنازلي صار. هس لو تلاحظ اسمي اسمي ليش نفسي اصدفتها على التوازي. لو تلاحظ انه بالقيمة الحالية هو ستة. ان عداد تنازلي انا اضغط على الستة. فراح يصير اللي مخزونة بالعداد هي ستة. من الصير صفر. هس لو تلاحظ نرجع. يقول لك من الصير صفر الى ان تصل يصير الاوتبوت اون. من اتصل القيمة الى الصفر. هان القيمة اللي مخزونة اجقد هي ستة. صح? ستة. فلسا من يصير صفر راح يتفعل هذا واحد. اثنيا هس تلاحظ ستة هنا كانت. نرجع. نرجع هالله. هتلاحظ انه اجقد ستة قيمة اللي مخزونة. فراح يبدي عدد تنازليا. راح يصير واحد. راح يصير رجلات خمسة. اربعة. ثلاثة. اثنين. هاي باعتبار انه كأنما مادة قطعة هذا الحساس اللي هو حساس. او يعني اي حساس ثاني. او من اللي يتفعل هذا الحساس راح يضيني عد يعني انه منوك منتج او قيمة محددة عبرة هذا الحساس. شون ما شرح نعمل الفكتر ايو. فهس اش راح يصير عند يسا. دي حد الانس اتنين او واحد صفر وتفعلي الكيو وان وهذا الريسيت. هس راح نسوي ترانسفير للبرنامج. على موضة تكون واضحة لكم. يس. تمام. ان شاء الله واضحة لكم. ان شاء الله هي مو صعبة مجرد انه تطبقها بشكل صحيح. اذا هس صار عدنك مفهوم للعداد التنازلي والعداد التصاعدي. التنازل التصاعدي. هساني تحمل الكود على بيال سي. وراح اجرب هي هس شوف هس وتلاحظ انه هنا بالشاشة ستة موجودة. فهس هاذا هذة اللي عندي الاي وان اللي يفعل العداد. هس صارت خمسة لو تلاحظ على الشاشة مكتوبة خمسة. اربعة. ثلاثة. اثنين. واحد. صفر. من صار صفر. راح تفعلي الكيو وان. وهذا الريسيت. ان شاء الله واضحة. هس راح ننتقل الى الخطوة اللي بعدها. او يسمونها عداد ال التصاعدي التنازلي. عداد تصاعدي تنازلي. هاذا شانو واضفته العداد تصاعدي تنازلي. عداد التصاعد التنازلي. انو مثلا انا عندي. اه عداد. تمام? عداد. العداد هاذ شنو واضفته. يسراح ننوضحكم لاس Pour Your Earth ً 1 راح ألغى هذا الرابعة. ورح جغل الريسيت. راح اجيب اهن إ Bell سأجيب حدات تنازلي حدات تنازلي سأربط حدات تنازلي يعني الريسة سنضغيها لأن شغلتها بسيطة لا يوجد مشكلة بها سأجيب حدات تصاعدي حدات تنازلي حدات تنازلي لا يوجد مشكلة بها سأفعل الخيار الأول حدات تنازلي وهي التنازلي وهي التصاعدي ما هي الغاية من عندها الغاية من عندها مثلا عندي فرضا نفرض قراج مال سيارات فهذا القراج يحسب عدد السيارات نفرض اللي داخل القراج اللي موجودة داخل القراج فاني رح أخلي حساس موجودة على دخول مالة الباب دخول القراج وعند السيارات اللي دخلت للقراج والآي 2 هو حساس ثاني أخلي يم باب الخروج مالة السيارات باب الخروج مالة السيارات فمن تدخل سيارة رح يصير عندي السيارات الموجودة داخل القراج واحد اثنين رح يصير اثنين ثلاثة ثلاثة بنفس الوقت خرجت سيارة خرجت سيارة من القراج تمام فاش رح يصير عندي رح تدخل سيارة حيسمت وصل عدد اربع سيارة لكن بنفس الوقت شنو خرجت سيارة ثلاثة المفروضة فرح يصير عندي عدد واحد يعد تصاعدي واحد يعد تنازلي ويعرض للقيمة الحالية السيارات الموجودة داخل القراج يعني هذا ابسط مثال ما تفسرها لكن واحد يعد تصاعدي واحد يعد تنازلي هسا رح نلاحظ اكثر بالقيمة بالتطبيق المحاكات والعملية ومن يدفع على القيمة من تصل القيمة الى الستة نفرض هذا القراج ياخذ نفرض عشر سيارات تمام عشر سيارات اريد من يقبط القراج من يصل عشرة رح يطلع لي اشارة ان القراج يعني مثلا يوصل الى الفول او اعلى قيمة فهنا نطبقها سوف توضح لكم ان شاء الله هسا الريسيت انا لاعي الريسيت انا لاعي صراحة الريسيت انا لاعي هسا تلاحظ ان الى الى 1 صفر صفر الكونتر صفر هسا واحد هسا 2 الى اي 2 رح حصد تنازل لا بقعد خطوة بسيطة اللي هي شنو هاذ الى اي 2 هذا الايت احنا من قلناه اربطين على التوازي هنا فش راح يصير هسه هذا راح يعد لي تنازليا وبنفس الوقت من يعد لي تنازليا ان انقص لقيمة يعني يفعل لهذا العداد يعني يفعل لقيمة هذا العداد يعني بنفس الوقت يعد تنازل وينطي قيمة للكاونتر لان هذا هو المسؤول للتنازلي ستلاحظ هذا واحد هذا اثنين هذا واحد صار شوف رجع واحد ان شاء الله واضحة يعني اللي مقصود من هاي الكود مفهوم ان شاء الله هسه شوف يسه وصل اربعة هسه القراج باربع سيارة لكن خرجت سيارة من القراج المفروض يصير ثلاثة فشنون يسجل العداد شوف صار ثلاثة صارت اثنين يعني شي دخول وشي خروج يعني فراح يصير عندي عداد تصاحدي تنازل عداد تصاعدي تنازل بس تلاحظ انه مثلا جد وصل حشرة شوف هسه اتفعل للكيو وين لكن بس الوقت خرجت سيارة فبعد القراج يعني نقرب انه بعده اه بسيارات يعني يحو سيارات يعني يحو سيارة واحدة بخط ان تسعب هسه بعد يحو سيارتين شوف بالسيارتين اتفعل عندي الكيو وين ان شاء الله واضحة لكم هسه نعيد يعني احنا شنو اللي سوينا انه هسه ال i1 هذا على العداد الرئيسي وال i2 هو على العداد التنازلي اريد من يصير عداد تنازلي شي سوي ننقص لقيمة منين من الكاونتر وبنفس الوقت الفعل الكاونتر لان هذا لم ينطي اشارة للكاونتر على هذا الكاونتر الرئيسي وهذا الكيو يعني ال i1 ينطي اشارة وال i2 ينطي اشارة لكن بالنفس الوقت اللي ينطي به العداد اشارة للكيو يسوي يعني تنقيص للكاونتر تنقيص للكاونتر هسه لو نلاحظ نرجع ترانسفير بروغرام بي سي موديول وران مونيترينج اوكي يس وان شاء الله واضح لكم هاذا يعني اغلب الاحيان هيش يستخدم يعني يستخدم بهاي الحالة هسه راح راح اجرب هسه ال i1 شوف هسه واحد اثنين هسه تلاحظ هنا على الشاشة هاي الشاشة هسه اثنين تلافة اربعة هاي ستة وصلنا سبعة انه المفروض منها راح ينقص ستة صار خمسة اربعة وهو كده هسه من اصل عشرة ثمانية تسعة عشرة هسه اثنين عندي عشرة باعتبار انه القراج او اي انت شنو تريدك ان اي انفرتي تضرب على هذا المثال فمن اسوي يعني يعني عدات تنازلية راح يدخل القيمة لان بعد ما وصلت الى عشر عدات ان شاء الله واضح لكم بوقت عندي فقرة بسيطة اللي هي اه نفرض هسه انا لعندي العداد اه هذا راح الغي اسوي ريسيت ريسيت اه عفوا لا اوفر ريسيت هسه هذا بيسيت بها الشكل هذا نفرض انا عندي فد اه يعني مكينتين تنتج قيم لكن الصب في مكان واحد يعني مكان تعبئة ثمين او نفرض اه يعني شنون اه مكينة تعبئة تنتج خطين انتاج بها خطين انتاج هاي الخطين نفرض هذا الخط ينتج وهذا الخط ينتج فكل الحال والصب في مكان واحد فالعداد لازم يكون واحد لان اللي هي يحسب لي القيم اللي نتجتها هاي المكينتين تمام فاي قيمة من هذا النقيمتين هي راح تعتبر يحسب ليها عداد يعني هسه نحن احنا على مدد تكون الصورة واضحة فهسه انا عندي مثل فضل مكينة الاولى تنتج ومكينة ثانية هم تنتج فيحسب ليها يعني اي واحدة من ذنين يحسب ليها من ضمن الكاونتر فهس الاي وان واي تري واي هم اي هم تنتج وهذه المكينة اي وان تنتج يعني فراح تفعل عنده القيمة من تصل الى 10 يعني اي واحدة يعني مجموعة هذين الكونترين راح يطلع لي القيمة الياني بحدد هيا هذا ان شاء الله واضح ما اكي اي مشكلة حتى ما احتاج اطبقه بشكل عاملي يعني واحدة من المكينة الاا انا او للحساس اللي مربوط على الماكنة الثانية فان شاء الله واضح لكم طبقوا هنتوا بشكل محاكات واذا معدكم بيلصي حقيقي وان شاء الله تستفادوا من عندها وان شاء الله يكون الشرح وواضح ومفصل لكم وتستفادوا من عندها واي شخص يحتاج سؤال او استثار يقدر يكتبع التعليقات او يقدر يراسلني بي على التليجرام موجود الرابط بالقناة وان شاء الله ما راح اقصروا اياكم تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء